طيب تعالوا نروح لحاجة تانية رائعة جدا جميلة جدا وبالمناسبة يعني عملت صدى واسع على المستوى الدولي الحكومة المصرية لما خدت قرار بتعيين سائقات قطر في مصر إشهادات دولية وعالمية مزهلة بقرار الحكومة المصرية أنها تمكن سيدات وفتيات مصر من العمل كصائقات قطار وكالت فرانس براس على سبيل المثال إشهادت بالقرار جدا واعتبروا أن دي خطوة على الطريق الصحيح فيما تعلق طبعا بتمكين المرأة وما إلى ذلك الشركة المصرية اللي معنية بإدارة وبتشغيل مترو الأنفاء واخد قرار وعقدة النية أنها سوف تتوسع في الخدمات علشان تشمل عشرين مليون مصري فتستعين بسائقات القطار بتاء التأنيث للمرة الأولى في مصر علشان هيساعدوا على تنفيذ الخطة الخدمية اللي بتتقدم لعموم المصرية ده كلام فرانس براس بالمناسبة فرانس براس بتقول أن المسافرين على خطوط مترو الأنفاق شافوا السيدات والفتيات وهم بيقودوا زمام الأمور خذ بالك من المصطلح زمام الأمور في كابينة سائق مترو الأنفاق وبيتول قد تخذ بالك زمام الأمور وبيتولوا المسئولية بنجاح ستات مصر أنا بالمناسبة أنا ما بحبش الجلمة بتاعت ستات مصر بألف راجل لأنه ده أصلا حالة تصنيفية للنوع هو مين قال إن الست لازم عندما تقاس كفائتها فتقاس بالراجل ليه زيه وحسن إيه المانع يعني ومش شفنا كتير ولا إيه أولهم أمي على سبيل المثال أول الله العظيم المهم